بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين هذه الآيات تشير إلى سبب آخر من أسباب انحراف وسقوط بني إسرائيل وهو العصبية والعنصرية فأن من أسباب انحرافهم زعمهم بأنهم شعب الله المختار وأن الجنة لهم فقط وهذا النوع من التفكير هو تفكير عنصري وهو من أهم أسباب انحراف اليهود وعدم قبولهم للحق المؤدي إلى السقوط قل يا رسول الله لهؤلاء اليهود الذين يقولون أن الجنة لهم فقط ولا يدخلها غيرهم من النصرى والمسلمين وغيرهما قل إذا هذا تصوركم صحيح إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة ونعيمها عند الله يعني الدار التي هي عند الله خالصة من دون الناس فلا يدخل سائر الناس الجنة كما تزعمون فتمنوا الموت حتى تصلوا إلى نعيم الآخرة وترتاحوا من مشاكل الدنيا لأن الإنسان اللي يدري أن مصيره الجنة لا بد وأن يتمنى الموت حتى يتخلص من آلام الدنيا وأتعابها إن كنتم صادقين في هذه الدعوة وكنتم تعتقدون ما تقولونه بألسنتكم بأنكم أولياء الله وأن مصيركم الجنة ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين الله تبارك وتعالى يخبر بأنهم كاذبون والدليل على كذبهم أنهم لن يتمنوه أبدا ما يتمنون الموت في حين من الأحيان ما عاشوا أبدا الداهر لماذا بما قدمت أيديهم يعني بسبب ما فعلوا من المعاصي والمنكرات والكفر ولماذا نسب التقديم إلى اليد قدمت أيديهم وما قال بما قدموا لأنها الآلة الظاهرة في تقديم الأشياء المحسوسة غالبا والله عليم بالظالمين فلا يغترون بمقالهم وأن لهم الآخرة وأنهم أحباء الله دون غيرهم ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون هؤلاء اليهود لأنهم يعلمون أن أعمالهم باطلة فكيف يتمنون الموت ولتجدنهم يا رسول الله أحرص الناس على حياة طويلة فاليهود أشد حرصا من سائر الناس على البقاء في الدنيا ليش؟ لأنهم يعلمون أن آخرتهم إلى النار والعذاب وحتى أنهم أحرص من المشركين ليش؟ لأن المشرك يتصور أنه لا حياة وراء الموت فيكون حريصا على البقاء حتى لا يفنى أما اليهود يدرون أكو حياة وراء الموت وفي هذه الحياة عقاب لهم لمعاصيهم فهم أحرص من المشركين مخافة العذاب يود أحدهم يعني يحب أحدهم يعني يحب كل واحد منهم لو يعمر ألف سنة يتمنى أن يعمر ويبقى في الدنيا ويطول عمره ألف سنة حتى لا يذوق العذاب عاجلا وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمى؟ والحال أن هذا العمر الطويل وإن كان ألف سنة لا يزحزحه لا يبعده زحزحه يعني نحاها وأبعداه وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر؟ هذا أن يعمر بدل هو الضمير جاء به لتوضيحه يعني ليست تعميره الطويل بمزحزحه من العذاب شن الفائدة في البقاء ألف سنة إذا كانت النهاية النار والله بصير يعني عالم بالمبصرات بصير بماذا؟ بما يعملون من الكفر والسيئات فيجازيهم عليها يوم القيامة بالنار والعذاب وهناك قضية لطيفة وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله مع أمير المؤمنين صلى الله عليه واليهود فمن أراد تفصيلها فليراجع تفسير البرهان المجلد الأول صفحة 286 وفي آخرها يقول رسول الله صلى الله عليه وآله عباد الله إياكم والكفر بنعم الله فأنه مشؤوم على صاحبه ألا وتقربوا إلى الله بالطاعات يجزل لكم المثوبات وقصروا أعماركم في الدنيا بالتعرض إلى أعداء الله في الجهاد لتنالوا طول الأعمار في الآخرة في النعيم الدائم الخالد وابذلوا أموالكم في الحقوق اللازمة ليطول غناكم في الجنة وصلى الله على محمد وآله الطاهرين